حقيقة هذا يعني انذار بكارفة صحية وشيكة قد لا تشمل مناطق النظام فقط وانما تشمل كامل مناطق سوريا وهذا له ما له من عبء قد يتسبب بالنظام الصحي الضرر حتى وانهيار كامل للنظام الصحي في المنطقة وهذا لن يؤثر فقط على مرضى المصابين بكوفيد 19 وانما سيؤثر على كل المرضى الآخرين الذين لن يجدوا مكانا للعلاج لحالات التي يعانون منها طيب سيد زياد يعاب على النظام السوري بأنه يخبي أو هناك عدم شفافية بالتعاطي مع الموضوع هل من مصلحة النظام أن يخبي عن الكارثة الإنسانية التي هي على وشك أن تتفجر في مناطق سيطرته خاصة من الناحية الصحية نعم مساء الخير لكم أستاذ المشاهدين طبعا لا نقول أن هناك تخوف من انفجار الحالات بل نحن وصلنا لها الآن هناك في دمشق وريف دمشق فقط هناك آلاف الإصابات وهناك يوميا عشرات الوفيات نتحدث عن ريف دمشق هناك قرابة بين 30 إلى 40 وفاة بشكل شبه يومي خلال الأسبوع الأخير نتحدث عنه بوباء كورونا وأيضا في دمشق هناك أكثر من 50 إلى 60 حالة وفاة يوميا النظام طبعا بكل تأكيد لا يزال يمارس الكذب ووزارة الصحة تابعة للنظام لغاية الآن لم تصل إلى رقم الوفيات الحقيقية من تعداد الكوادر الطبية فقط يعني لدينا قرابة 30 طبيب توفوا بالكورونا في دمشق وريف دمشق وهناك أيضا قرابة عشرة ممرضين وصياد وكذا من الكوادر الطبية هناك قرابة 40 وفاة فيما تعلن وزارة الصحة أن العدد لم يتجاوز السبعين بعد يواضح تماما أن هناك كذب وهناك عدم اعتراف وهذا الأمر قديم منذ أن أعلن عن وجود وباء الكورونا في الصين خرجت بعض المؤسسات الصحية التابعة للنظام تكذب هذه الكلام وتدوغل هذه إشاعة وهذه مؤامرة دولي يعني دعيني أعطيكي مثال هناك شركة البيلسان مقرها البرامكة في دمشق هذه الشركة حاليا لو دخلتم إلى الفيسبوك ستشاهدون أن هذه الشركة هي أكثر شركة تنشط فيما يعرف ببيع عبوات الأكسجين وأجزة توليد الأكسجين وهي غير فعالة حقيقة وتجني مرابح بالملايين هذه الصفحة التابعة للشركة نشرت بتاريخ 19 واحد بيان يقول أن كورونا كذب وأنه إشاعة وأنه يستهدف الشعوب العربية وشعوب العالم الثالث وما إلى هناك يعني هذا يعطينا مثال كيف يتعامل النظام ومسسات النظام مع هذا الوباء وكيف خدعوا الشعب ولم يطلبوا منه أن يكون لديه وقايا بل قالوا له أن هذا كذب ولا تصدق ذلك إلا أن دخلنا حقيقة منذ تاريخ 25 سبعة دخلنا في الكارثة الكبرى الآن مئات الوفيات سجلات خلال ثلاثة أيام فقط هناك تقريبا 250 حالة وفاة في دمشق وريف دمشق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر